انتخابات عام 2018 في العراق مرحلة فاصلة وبداية طور جديد من أطوار التفسخ في العملية السياسية حيث قاطعتها الأغلبية الشعبية الساحقة وجاءت في ظروف أقليمية انعكست بشكل مباشر على مزاج الأحزاب والكتل التي دخلت في دوامة تؤكد على عقليتها الفاسدة التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة وبعد صراع واختلافات أنتجت حكومة عادل عبد المهدي المشوهة من حيث التوافق الحزبي واكتمال نصابها الوزاري وأكبر ما يؤكد فجلها هو اضطرار شركاء العملية السياسية إلى اللجوء للانتخابات المبكرة وكان ذلك في الشهر العاشر من عام 2021 وبعيدا عن رأي الشارع المقاطع لهذه الانتخابات بنسبة تتجاوز 85% فإن ظروفها وتدعياتها على المستوى الأمني والسياسي تكشف بوضوح الحالة المرضية المزمنة في العقلية الحزبية أنتجت هذه الانتخابات خلافات هي الأول من نوعها على المستوى الأمني احتجاجات الميليشيات الخاسرة أمام المنطقة الخضراء واستدامها مع القوى الأمنية ثم تهديد زعماء الميليشيات العلني للكاظمي وتنفيذ تلك التهديدات بمحاولة اغتياله بطائرة مسيرة المشهد السياسي المضطرب جعل إيران تلقي بكامل ثقالها لرأب الصدع وسوق المتخاصمين بالقوى إلى حضيرة الطاعة لكن على ما يبدو الأمور على الواقع أشد تعقيدا من لملمتها بهذه السهولة فلا تحالف الفتح يرضى بنفوذ حكومي أقل ولا التيار الصدري يريد أن يتنازل عن المكتسب الجديد لتبقى الأمور بين أخذ ورد وحوارات ومساومات ستدفع الأحزاب بالنهاية إلى توافق حزبي غير متين انتخابات عام 2021 فتحت الباب الدموي لقاعة الصراع الحزبي وذلك ما سوف يترك آثارا أمنية وسياسية تهوي بالبلاد إلى منزلقات جديدة فالعملية السياسية الفاسدة تأسست على قواعد تدمير العراق وتحاول الإيغال في تدميره أكثر في الأيام الأخيرة من عمرها